اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة احضاتكم اقتراحاتكم بما يخص الخدمات المقدمة في هيئة الصحة او الخدمات الصحية المقدمة في الامارات بشكل نعم ففي النهاية الصحة هي اساس المجتمع انا بالنسبة لي اذا الانسان كان صاحي وصحته زينا يقدر يسوي كيشة يقدر ينتج يقدر يشتغل يقدر يهتم بعائلته يقدر يمارس حياته فعشان شيء اي خدمة صحية اي شيء يتعلق بالصحة حابين تتكلمون عنه تسئلون عنه اشاعة منتشرة دوي ديت سمعتوا عنه تقريبا ممكن نقول استشارة طبية معنا انا دائما نقول ما يستوى نقدم استشارة طبية على الهواء ولكن نقول رأي طبي رأي طبي ثاني او رأي طبي اول قبل ما توجهون للمستشفى او العيادة فنحن موجودين وهذا ارقام التواصل معانا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد اربعة والرسالة النصية على اربعة صفر صفر ستة هو شيء نرحب بالطاقة الموجود معاي معاي اليوم في الاخراج عيسى سبير صباحك ورد يا عيسى وفي التنسيق معاي نجاة نجاة مشغولة يعطيهم الف عافية الفريق لمعاي اه وطبعا مثل ما دائما نعيد ونزيد ونقول انه ما في البرنامج بس مدعي يتكلم يستوي ملل ما حد يستعى مدعي يتكلم طرشونا رسائل عشان نحيي البرنامج برسائلكم وبأصواتكم وبالكلام اللي حابين تشاركونا فيه مثل ما تعودت دائما في برنامجنا في البداية لازم يكون فيه دراسة دراساتنا مالت اليوم تقول يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم وتساعد اطعمة عديدة على التقليل من هذا الخطر الذي يهدد حياة البشر قال الباحثون من جامعة كيمبلوتسني الإسبانية في مدريد في مقال نشرته مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition إن المواد الموجودة في الطماطم وعصيرها تخفض كثيرا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة وتحليل 48 دراسة علمية مخصصة لتحديد تأثير الطماطم في صحة الإنسان ويؤكد الباحثون على أن المركبات الحيوية النشطة في الطماطم تؤثر في آليات فيسيولوجية مختلفة في الجسم وخصوصاً في النشاط الخلوي تشيي نتائج معظم الدراسات إلى امتلاك الطماطم وعصيرها خاصية فعالة في منع تكون الجلطات الدموية ناتجة عن احتوائها على مادة الليكوبيل وفيتامين E يؤكد الخبراء أن الليكوبيل مادة قوية مضادة للأكسدة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن حالة الأوعية الدموية وتخفض الخطر فيحسن تغذية الخلايا أما بيتامين E يساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وكذلك في امتصاص الجلطات الدموية هذا كله في عصير الطماطم طبعاً ما يغفى على أي حد فينا الطماطم حسن ما يقولون علماء أن هي فاكهة وليست خضروات هي عبارة عن فاكهة لذيذة لكن أنا مستغربة حالياً الجيل الحالي كلهم زعلانين من الطماطم وايد أمهاتيون العيادة يقولون عليانة ما يأكلون أكلنا الصالونة والبرياني ما يكون أي شي فيه طماطم ليش تجي للحالي زعلانا من طماطم مادري معنا طماطم جداً مفيد جداً جداً مفيد طبعاً لما نقول اكلوا طماطم أو تناولوا فاكهة الطماطم أو تناول الطماطم بشكل عام فإحنا دائماً نحرص أن ننوع في طريقة استهلاك لهذه الفاكهة للطماطم نفسها أول شي بقولكم عن فاكهة الطماطم إنه ليش لازم تكون موجودة في نظامنا الغذائي كل يوم طبعاً غير أنا تشوفوا فيها المواد الليكوبين والفايتامين إي اللي يساعد فيه مصصص الجلطات ومنع حدوث الجلطات المستقبلية الطماطم عالية جداً بالألياف قشرة الطماطم عالية جداً في الألياف وتحسن الهضم بشكل كبير خصوصاً للناس اللي تعالين يتكرمون من الإمساك أو الناس اللي عندها نقول سوء هضم أو يحسد دائماً مرتاحة من بطنهم الطماطم غنية جداً جداً بالألياف فتساعد إنها تريح لكم المعدة لكن نفس الوقت لما نقول تناول الطماطم فإحنا فيه تحذير بسيط للطماطم الطماطم عبارة عن فاكهة غنية بالأملاح أنا أدري لما نحن ناكل الطماطم ما نحسن فيها طعم ملوحة دائماً الطماطم تعطيها على حموضة أكثر أو على حلاوة أكثر حسب نوع الطماطم لكنها غنية جداً بالأملاح يعني نسبة الأملاح الطبيعية موجودة في الطماطم عالية دائماً نقول للناس كل شيء ناكله باعتدال ما يضرنا سواء كانت تعاني من مارض ضغط الدم أو السكري أو ما عندك أي مشاكل في الحالتين ما نصح تستهلكون طريقة كبيرة خصوصاً لو كان طريقة العصائر لأنه مثل ما تعرفون إذا بسوي أنا كوب من عصير الطماطم فاحتمال أستهلك خليناً نقول ثمان حبات طماطم أو عشرة حتى فتكون نسبة الأملاح اللي فيها عالية جداً 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 مع أن مضادة الأكسادة تكون كثيرة الألياف تكون فيها عالية لأن طبعاً تطحونوا الطماطم أنتم بالعادة عصير الطماطم حتى ما نضيف عليه ماي وايد يعني نعتمد على ماي الموجود في الطماطم نفسها لكن نحذر دائماً من موضوع الأملاح الطبيعية اللي موجودة في الطماطم بالتالي ما نستهلك منها كميات كبيرة ودائماً أنا أقول ما في شيء اسمه شيء صحي وشيء غير صحي شيء أكلت منه كم لازم أكل منه وقت وصلنا أسألة دكتورة مثلاً كم حبت طماطم أكل في اليوم كل شيء بعتداء يعني إذا تفكرنا بالمنطق كم حبه ممكن أخذ ممكن أحبتين طماطم ثلاث حبات طماطم في الصلطة شوي في الصالونة شوي في ناس حبت أكل طماطم روحها تحطها في صحة تقصصها تحط عليه شوية ليمون يعتبر سناك جميل وسناك صحي وسناك قليل جداً في سعرات الحرارية هاي واحدة من الطرق إذا اخترتوا الطماطم شوية يابسة تساعدنا تعطيكم سناك صحي لذيذ في نص اليوم إذا كنتوا أنتوا يواعب فدائماً أسألة تكون كم نستهلك استهلاك باعتدال حبه حبتين لا مانع من هذا مثل ما قلنا نسبة الأملاح اللي فيها شوية تكون عالية فنخاف والناس خصوصاً لديهم ضغط دم عالي بالنسبة لهم ما يستهلكون كميات كبيرة يأكلون ما راح نقولهم ممنوع أنهم يأكلون لكن يستهلكون كميات معتدلة وهذا يبني الموضوع المهم اللي هو أهمية نمط الحياة الصحي للمحافظة على صحتنا وأرد أقول سواء أنت كنت تعاني من أي مرض أو ما عندك مرض أحنا ما نترى ليه ما أنا يستوي عندي سكري أو يستوي عندي ضغط عشان والله هي لازم أغير نمط حياتي وأكون صحي نمط الحياة الصحي السليم لازم يكون نمط حياة ناكلنا معنا ثلاثة واجبات في اليوم أنا أخذها ريوق وغداء وعشاء وتكون متوازنة وممكن واجبتين خفيفات خلال اليوم شرب الماء الأكل بإعتدال من كل شي تحبونه كل شي يحب أقلبكم اكلوا منه حلويات كيك مكسرات عيش خبس ما في شي ممنوع يعني إحنا ما نمنع أنا ما أذكر أنا مناعة مريض من يأكل شي إلا في الحالات النادرة جدا 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 إذا مرض عنده ردفعل تحسسي غير هذا إكلوا ما تحبون الأكل نعمة وإحنا لازم ناكلها وأنا كطبيب إذا قلت للمريض لا تاكل أنا أعتبر عن نفسي خسرت المريض هذا ما بيحجع لي مرة ثانية لأنه لما أقول المريض لا تاكل أو ممنوع سبحان الله حتى لو الأكل ما يحبه يحلف عينه يحلف عينه حزتها يحس إنه الأكل هذا اللذيذ وإنه ما يقدر يعيش من غيره فأنا كطبيب شاطر عشان أكسب مريضي أخلي ياكل هو يبا لكن أحدد له الكميات وأقول لأكل بادي الدار مثلا من لاسعيش واحد حبة خبز واحدة عن خاطركم قطعة كيك صغيرة لا مانع قطعة شكرة صغيرة ما في مشكلة تسجل مشكلة لما نحن نتجاوز هذا وناكل بدون حساب فدائما عشان تكون أنت مريض ذكي مثالي شو تسوي ما ناكل مباشرة من الصحن الكبير عشان أنا أكل لف خاطري وفي نفس الوقت ما أبالغ حطوا دائما في صحنكم لما تشل من الوجبة الرئيسية الكبيرة مثلا حتى البيتزا البيتزا تكون كبيرة وعادي الشرحات فيها كبيرة ما تنتبه كم أنت أكلت منها اسحب منها الشريحتين وحطها في صحن لما تشوف الشريحتين في صحن ويكونوا صحن صغير هذه الخدعة الصحن يكون شوي صغير تحط فيها شريحتين بيتزا تحس إنها وايد الكمية كبيرة من تتخلص الشريحة الأولى تبتدي في شريحة الثانية بتحس أوتوماتيكيا ارتباط البصر مع الدماغ يحس إن الأكل وايد لأن الصحن صغير فتحس إنك تشبع أسرع نحن نطلع إن شاء الله حينفاصل بعد الفاصل رح يكون معنا أيضا خبيرة تغذية رح تكلمنا عن موضوع آخر جميل وهو رح نتكلم عن فوائد الزبادي أو الروب لجسم الإنسان فبقوا لتذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم مرقام التواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائلة النصية على 4-0-6 أحد المستمعين مطالش لي قلت دكتور أنا أتكلمي شوي شوي أنا آسفة إذا كدأتكلم سرعا لأنني متحمسة موضوع الطماطم لأنني أحب الطماطم جدا ولأنني فترة ما كنت موجودة في الإذاعة فتياييني تي حماس فسام حماية وكنت أتكلم شوي بسرعة إن شاء الله نبطئ الردم عشان تفهمون لأن الغرض حرام إنكم يعني توصلكم المعلومة اللي أبوصلكم إياها رح ناخد دكتورة وفا عايش رح يكون معانا نحين دكتورة وفا عايش رح تكلمنا عن موضوع جدا مهم بما أن كلعموا أنتم بخير والله يعود علينا وعليكم إن شاء الله باليوم والبركة شهر رمضان إن شاء الله مفوضة تكون إن شاء الله أثنين اليوم ما بقى علي شي فدكتورة وفا عايش إن شاء الله بتكلمنا عن الاستعداد السليم لشهر الصوم ومنه أخير من دكتورة وفا تقولنا كيف نستعد لشهر الصوم يا صباح الورد دكتورة وفا أهلا دكتورة أهلا فيتش حبيبتي بخير الله يسلمك بخير وكل المستمعين بخير ورمضان عليكم يكون بصحة وشهالة وعافية يا رب إن شاء الله إن شاء الله يكون رمضان خفيف ورمضان ما شاء الله ضيف خفيف أصلا من فيدي أول يوم خلص تلاقينا وصلنا العيد نعم نزين دكتورة وفا قولينا كيف نستعد لرمضان سواء كنت أنا إنسان سليم أو إنسان أشكي طيب هلا بداية يعني فيه شغلة بدي أقولك يا هندا دكتورة كثير من الناس اللي بيستغلوا رمضان عشان يعملوا تحمية وداية وتخصيص وزن صدق والله أنا بعد لا لا دكتورة لا 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 تقولين ها خلط لا طبق ما شو فيه رمضان له من الله دورة مجانية عشان جسمك يستعد لرمضان صحي وسليم لأنه بيجدد كل الخلايا بيطلع كل الشوائم هو لحاله نعم بس عليك أنك أنت تلتزني بالتغذية السليمة وطرق التغذية اللي هي تطبيق نظام صحي في رمضان بمعنى إني أنا أكل بطريقة صحية إني أنا أكل التوازن الغذائي اللي أنا بدي أتحر جري بالفجر وأفطر بطريقة صح نعم ولما باتحلم بطريقة صحية يعني شو فيه مثلا كتير حلو إنه لما منقول للناس يا جماعة أول ما أبدأ فطوري إني أنا أخذ الرطب أو التمر وأكثر فيامي بيغمة ماي وبعدين أروح أصل للمغرب وأرد هاي من الأشياء اللي كتير أساسية لأنه بعد بعد 13 ساعة الصيام يجب أن لا أثقلها بالأكل الدسم والأكل اللي وراء بعض حتى ما يشفي عندي تلبوك هاي واحد اتنين الاشتعداد لرمضان هلأ من هلأ من اليوم الناس اللي ما بلشوا زي أنا مثلا كتير بحب القهوة أعرف فيك وأنا معات هذا القهوة مجدامنا من هلأ دكتورة يجب أني أنا مثلا إذا بأخذ ثلاث سناجين أأخذ فنجانين وأخليهم أريب مثلا إنه واحد الصبح أول الصبح جريب يعني مثلا بعد يعني عند الفطوط واحد مثلا أنا بغرب وبعدين أنت تسميها بعد اليوم لأنه لأنه الكفايين اللي الناس اللي كتير ما يتم بيعها الكفايين اللي بيدايقهم ومزعجهم يجب أن يعملوا ودروه خفيف من الآن يحاولوا مثلا إذا بيشربوا كتير هبث يعني عادة يحاول ياخد دي كاف مبدئيا مع أنه أنا مش كتير بحب الدي كاف اللي بدون كفايين أنا ما كتير بحبه لأنه بروسس أنا أي شي مصنع ما بحبه إحنا نروح للدي كاف عشان خفف أعراض انسحاب الكفايين خلال شهر رمضان نعم الناس اللي عندها اللي بيشربوا لأ أنا بتكلم عن الناس اللي عندهم صارت عادي يشربوا 5 و 6 و 7 فنجين نعم نعم يعني أنا بقول له هذول الجماعة أنه هي عادة حاول أن تخلي اللي بالنص هذول بيكون كافيين عارفتي حتى أنه شوي شوي يعود هاي واحد اتنين عشان أخفف الصداع أحاول أني أنا أأخر يعني أخلي مثلا وقت الفطور الصبح بعد صلاة الفجر الآن أنا بتكلم على الآن عند السحور برمضان أخليه مع السحور نعم يخلي آخر شيء القهوة تبعته لأنه بتساعدوا فعلا أنه يعمل الوزدرو أو اللي هو العدم السحور بالصداع بتساعد إيش كيف فعال فعلا فأنتي حاول تخليها كتير قريب للفجر مع السحور الصحي سحور بمعنى من فول حمص روب مع حبوب روب مش حليب نعم لأن الناس اللي عندها أسيدتي ممكن يضايقها وشور عندها ارتجاع مريئي وحموضة أخذوا الروب لأن الروب مع العسل والمكسرات والحبوب هذا بيخلي الواحد يشيس بالشبع وبنفس الوقت بيعطيه طقة اللي لازمة طول اليوم نعم نعرفتي نخلي الافطار صحي وبنفس الوقت أنا أحاول أخلي المي عامل أساسي معنى مرضا من الناس دكتورة ندا بينسوا المي برمضان بينسوها تماما فأنا بفضل أنه أنا ما أاخد إلا من وقت ما أفطر لغاية وقت السحور أحاول أعبي نفسي بسلطات بخس بأشي اللي فيها مي باليح حينزل بالشمام عارفة كل هاي فيها مي داخلية بعد ما طل هدم بتعطيك المي اللي لازمي إضافة للمي اللي تشربيها إذا أنت ما عندك مقدرة تشربي مي الكسات بس خلوا 8 إلى 10 إحنا اتفقنا على الوزن صحيح كل مكان وزنك بالكيلو جرام تاخدي على أساسه 35 لكل كيلو جرام من الوزن الشهر هاي وقع اتكلمنا على صدع اتكلمنا على الإمساك يا جماعة كتير ناس نشتكم الإمساك في رمضان وهذا لأنه كمان احنا منركز على الأشياء الأساسية ومننسى الصلطات ومننسى خلال اليوم ناخد الخضار والفواكه اللي فيها ألياف حاولوا تشبعوا نفسهم عشان الإمساك أكتر شغلة تشتكي من هالناس عندنا بالعيادة في رمضان يعني بتمنى أنه تكتروا من الصلطة حتى أنه يعني جسمي هاي من ضمن الأشياء اللي كمان لازم أني أنا أول أيام على طول دكتورة نذا من أول أيام بيبلش الإمساك من أول أيام فياريت أني أنا أحاول من الآن أعود نفسي على السلطة أساسية على العشة وعلى تكون مع وجبة الإفطار مع سان وش الجبنة مع البيض مع أي شي أنت بتخدي على فطورك حطي خسط خيار طماط لأن كلها فيها فواد بنفس الوقت بتشبعيكم بنفس الوقت بتعطيك العلاصر غذائي اللازم نجد صحيح دكتورة وفاء نطلع فاصل عشان نكمل باجي نعطيك راحتك بعد الفاصل إن شاء الله تتكلمين عن استعداد الرمضان نسألك كم من سؤال إن شاء الله شكرا دكتورة وفاء نطلع فاصل عزيزي المستمعين طرشونا أسئلتكم خلال الفاصل عشان نسأل دكتورة وفاء أي شي حابين تعرفونا عن كيفية الاستعداد الرمضان الأكل الصحي شو مفوضناك على الفطور كيف نقسم وجباتنا إذا أنت مريض السكر أو عندك أي مرض وتبقى تعرف كيف تقسم وجباتك عشان تحافظ على المستوى السكر عندك أو مستوى ضغط الدم عندك كل هالأسئلة طرشونا خلال الفاصل عشان نسأل دكتورة وفاء فنروح فاصل لحين إن شاء الله وبعد الفاصل نتواصل ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم أولا برقام التواصل 600 551414 ورسائل النصية على 4006 دكتورة وفاء معنا؟ معاك يا ألبي هلا دكتورة وفاء لحد أبعث لسؤال أسأله أقوله اتفضلي أكيد في واحدة بتقول أنا مدمنة الليمون عصير الليمون على الفطور هل هو صحي ولا لا والله سؤال مهم أنا حاجوبها أنا حاجوبها عن طريق شوفي الليمون عصير الليمون مع النعناع من أحلى العصائر ممكن تخديها لتنشيط الجسد والجسم ولكن الناس بتاخدوا بارد وعلى معدة فاضية هو صحيح حامضي بس لما بيدخل الجسم بيشير قاعد ينقرب هو لا يؤذي الجسد تماما بهذه الطريقة ولكن لما بتخديه بارد وعلى معدة فاضية وفيه سكريات هذا الشيء بيعمل اضطلاب في المعدة وبيزيد عندك الحموضة فلا يا مبتخديه يا صديقتي أم علي بعد الفطور يعني عفوا خلال الفطور نعم أو بعد الفطور بس من تفتتح فيه للإصطر صحيح اللي بفتتح فيه بظلني طول اليوم مش قاعدة مش مرتاحة معدة تفتجاني وترها طبيعي طبعا بيج صاهر منها يتعب المعدة صحيح أنا حبيت مثلا أنا بعطت لي مسيج فأنا قلت لك السؤال شكرا دكتور رفو وصلنا سؤال أنا أعتقد هذا السؤال يعني كثير من الناس تسألنا احنا أو تسألكم تأخصائي التغذية يقول سلام عليكم أي أفضل لتخفيف 15 كيلو من الوزن هل عملية الكابسولة أم البالون ولا هناك أعراض جانبية وزني 115 كيلو طولي 185 سنتيمتر وعندي الضغط الحمد لله وشكرا شو راجع دكتورة وفاء بداية ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي بالضبط أنا هذا رأي وانت يا دكتورة نبع من أكثر الناس اللي ما شاء الله عليك للناس اللي أنا بقولهم يا جماعة هي الإرادة يا صديقة طولك يخز العين 185 سنتيمتر يعني طول يعني ما شاء الله ما شاء الله عرضت أزياء أعتقد ما دي هو رجل أو امرأة ما دريعا نطرش المسج رجل أو امرأة طول 185 هذا حدا طويل صحيح 105 ولا عشي 115 كيلو جرام صح زيادة ولكن على هذا الطول سهل كثير تنزل الوزن إذا أنت التزمت بحمية وبرياضة وصدقني يا دكتورة أنا دا حضرتك أكثر وحدة حتى يديني بهذا الموضوع لأنه أنت من الناس اللي بس تغير بعض العادات الغذائية عنده نزل وزك وبسهولة ولا عامل حمية دايت صح 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 أنت غيرت بعض العادات ومشان الله عليك مشان الله عليك الالتزام كان واضح وباين عليك شكرا دكتورة فا إحنا دايما نقول ترى هون نمط يعني أنا غير بعض الأشياء في نمط الحياة وبس ما في الناس تقول أنت مم ساوية دايت ما في شيء اسمه دايت أو رجيم هو نمط حياة خلي نمط حياة أعدل بعض الأمور والموضوع ترى وايد أسهل دكتورة فاق من الناس توقعها يعني الناس دائما تستصعب يعني لا الكابسولة حتى ذاك ولا 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 والكابسولة صراحة مع افترام هي مدتها ومش كل وللأسف نجاحها مش عند كثير ناس والناس اللي عندك ريفلاكس والناس اللي عندها تجاملية بتزيد بتزيدهم سوءا نعم فلا أنصحك في الأشياء هاي أول التزم بداية عند حد وتصدقني هتنجح أنت طول أنت أو حضرتك أو حضرتك طولكم مع الوزن مش هنقدي صعب سهل ننزله شغلة تانية جاني كمان شغلة بيسألوني بيسألوني على السنبوسة اللي احنا ما منقدر نستخدم عن السنبوسة في رمضان شو الراي والله ولا أنا رفستها نحن ولا أنا وأنا بحبها بس حاولك معلومة يا شماعة السنبوسة الحبة الوحدة المقلاية بيها 250 ساعة حرارية حاول تعملها بالفرن تقدر تاخد من حبتين بقيمة نفس الحبة الوحدة 225 وصدقيني صدقيني بالفرن أو معمولة في بعض الأشياء بعض الأجهزة شوي بالهواء هذا اللي ديد حين اللي طالع كم سعر تكون فيها دكتور وفا حدثتها 125 على حسب الحجم الكبيرة تخيلي الكبيرة 125 لكن الصغار لا الصغار الخمسة بوحدة يعني ناكل أنا أحسن لأن نحسن نعمر ما معنا بالضبط بالضبط ونجاة تسأل حبما أنا قلنا سنبوسة حالناس تقول الباكورا وتقول النجاة تقول لقيمات كم حبت لقيمات لقيمات الخمسة فيهم 175 حبة وأنا أحب القيمات يا لجاة بس خديها بعد صلاة التراويح عشان ما تحس بالذن وتنحرق لأن أنت بس تروحي بعد صلاة التراويح أنت أربي حرقتي الأكل اللي أكلتي خلال الإفطار صحيح بإذن الله وبالتالي بتاكلي الفوالة أو الفواكه بتاكلي القيمات بدون ما تحس بالذن فتاكلي بعد الباكورة بالضبط تقريبا قد السامبوسة الكبيرة 250 الواحدة عقب الناس تقول لماذا لا تضع فرمضان يا دكتور الفا إذا السامبوسة والباكورة والإجرام هذا كله بعد ما دخلوا على الهريس والمائدة أنا ما أحب رمضان يكون فترة لعمل أنا كوفا يستمتع في رمضان لكل الأكلات ولكن الكمية حكم والحركة اتحركوا كله نوعوا كل الأكل اللي تحبوه ولكن مش حتى الشبع صحيح هل بقولوا للناس ليش ننعس بعد الإفطار وننسدح ما طبيعي لما أنت بتاكل ساموا ساوباكورة ولقامات وورا وورا صحيح دكتورة وفا أنت مع أن الواحد قبل ما يدخل علينا شهر رمضان مثلا من نصف شعبان أن هذا واحدة من مريضات يسئلون يقول دكتورة شو رأي تقوم موسم رمضان سواء أنك مريضة أو لا أسير عن أخصائية تغذية أحط جدول غذائي خاص برمضان عشان يساعد لتحقيق بعض الأهداف مثل تنزيل وزن أو تحسين ضغط الدم أو تحكم بالسكر أفضل هل هذا شيء زين أكيد بالعكس هذا مش بزين هذا زين ومطلوب يعني إحنا بنقول للناس يا جماعة ما تستمعوا لا يدخل رمضان وتصير المواضيع عندكم لخبطة أولا مريض السكر مريض الضغط مريض اللي عنده قلب عنده أي مريض وأي شخص عنده زيادة حتى في الموزن الرجاء مراجعة المراكز الصحية مراجعة الطبيب إذا سمح له الطبيب حتى يعني في بعض الحوامل عندهم سكر الحمل بس أنا ما بقدر بدي أصوم ما عندنا مشكلة عطيني موافقة الطبيب وأحلى نظام غذائي بينزل لإلك لكن إنك تلتزمي لحالك إنك تتحمين وما تاكلين أو كلا يصير عندك هبوط في الضغط هبوط في السكر هذا يؤذي الجنين ويؤذيكي نفس الشي الشخص اللي عنده سكري إنت قررت تصوم أنا بالعكس منشجع ولكن هل الطبيب سمح لك؟ الطبيب سمح لك تعال عندنا سهل وعرار يجي ونحط لنظام اللي يمشي معه بس لازم من الآن مش لما يكون عنده مرض أنا ما بدي أزيد شو أعمل كيف أأكل أكلي كم السعرات الحرارية اللي يجب أأخذها في اليوم ممتاز دكتورة وفاء الحين مع الدخول إن شاء الله شهر رمضان الأسبوع الياه إن شاء الله الناس اللي تعاني من أمراض الغدة الضغط السكري الكوليسترول كيف ممكن يستفيدون لإستفادة القصوة من رمضان ممكن عشان يحققون تحكم أفضل بالأمراض اللي عندهم فكيف مفوظ ينظمون أكلهم عشان يحققون الهدف أحلى إشي في رمضان لما أريد السكر ولما أريد الضغط إنه هلأ إذا سمحنا الطبيب إنه يصوم ما بتصدق كيف الـ HP1CM مؤشر سكر تراكمي بينزم إذا التزم بالنظام الغذائي الضغط كيف بيترتب سبحان الله بس عليه الالتزام بالتوقيت بالكميات اللي بتنحط بالأكلات أكله هو ما احنا ما نحن نغير بأكلك حتى ما تأكل الجنوات ما عندنا مشكلات بس هالجد ومتع والدول بس المهم الدكتور يحدد له كم الدول اللي يأخذه كيف طبيعة الأكل اللي قلنا أوكي روح ندخل سيطر دخل تكتب لك بالضبط كتير أمور عنده بالحياة بتتغير تسديني والحبي اللي هو التراكمي بينزل في كتير ناس يكون سبعة بيصير خمسة في ناس يكون 11 يشير تسعة وتمانية نعم شهر كريم وشهر رائع لتحسين الجسم صحيح صحيح لازم نستغلها بأن نحن نحضر له تحضير جيد عشان هيك من هلأ يا جماعة اللي ما شفى خصائي التغذية روح زور طبيبك وزور خصائي التغذية ممتاز مراكب كلها موجودة وإحنا حاضرين دكتور رفانتي ذكرتي في بداية اللقاء أن في ناس تستفيد من شهر رمضان عشان ينزل وزنها نعم بما أن طول اليوم ما ترم تاكل وفترة الأكل تكون بسيطة في الليل فهذه الناس اللي تبات تستفيد من رمضان عشان ينزل وزنها يعني كبث الرجيم الطبيعي مثل ما يقولون شو اللي صاح ممكن نقول لهم أو كيف نفوض يكون نظام غذاءهم هل يقسمون ست وجبات أو خمس وجبات من بعد الفطور الليل نحن بعد قصير واعتبر لأن رمضان داش علينا إن شاء الله في الصيف فالليل يتبع شوية قصير شو بهم هل هي الفكرة بإكتار الألياف لتحويل الأشياء من كامل القمح الأشياء اللي فيها كل هالحبوب الكاملة عدم أكل أخذ الأكل المقلاي الأكشار الأشياء اللي فيها أملاح عالية كل هاي لازم يبتعد عنها ويحولها بطريقة ما عن طريق الطبخ الصحي وطريقة أكله بسلوب صحي والكميات هلأ توزيحها إحنا منصدل إنه يوزيحها من وقت الفطور لغاية الفجر لقبل الأذان الفجر حتى يكون عنده فترة كافية يأخذ السعرات الحرارية بس بكميات موزعة يحس حاله عم بيأكل طول الوقت ولكن بيأكل بطريقة صح وكميات صح ممتاز وحينزل حينزل فور شور دكتور رفاء بعض الناس مدما ذكرت في بداية بعض الناس تعاني بعد من الإمساك بالعادة في شهر رمضان بعد فيه عندنا وائد حالة معظم الناس وائد ناس تين العيادة بعد الفطور يعانون من مشكلة الغازات الغازات في رمضان جدا مشكلة لدرجة إنه في ناس تينة مشكلة الغازات عندهم كبيرة لدرجة إنه ممكن يتوقع كان عندهم أزمة قلبية من كذ المصادرهم يعورهم من الغازات المتجمعة في البطن فشو اللي صح كيف ممكن يعني يقولت مع الصيام طبيعي سوي غازات في البطن لأن المعدة فاضية والقلوم فاضي بس شو ممكن نسهم علشان قلل الغازات في رمضان أول شي شو برأيك أول إيش بسبب غازات الأكل الغلط الطريقة الأكل صح لما أنا بقدم الله أكبر بتلاقيني نطيت على الأكل يلا 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 وراء بعض صح ما عطيت المساحة الصحيحة لأكلي صار ما في مجال صار في تخمر في الأكل طلعة الغازات وصار في عندي أول شي الناس اللي عندها مشكلة غازات فعلية من الأساس أي شي في بقوليات أي شي في فليفة خضرة أي شي في ملفوف زهرة القرنبيت هاي ياريت ما تكون في نظامك الغذاء في رمضان نهائي تعد لي عنها تماما روح للأشياء اللي ما بتعطيك غازات الكسة البتنجان الجذر البروتينات الأشياء اللي ما تعطيك غازات الأطعم المقلاية الأطعم الدسمة الأطعم اللي فيها هذا كله بياكس لما بينهضم بيطلع غازات أبتعد عنه صحيح خلي بيني وبين الأكل اللي أنا بأخذ ياخد بروبيوتكس جيد يحاول يزيد البكتيريا النافعة عن طريق أكل الغوب اللي في بكتيريا وأخذ البكتيريا النافعة يجيبها هو لحال وياخدها هاي بتحسن أداء الجسم تبنع الغازات هاي واحد الألياف الجيدة من الخضار الخضرة والفواكه اللي ما بتعمل غازات أنا بكسر منها لأنه هاي بتساعدني إنه معجة تبايا ما تحس بالشبع وما يكون ما تكون فاضية يعني عبين ما تنهضم الحبوب الكاملة كتير بطيئة بالهضم صحيح تاخد وقت وبالتالي أنت بتحس بالشبع بمعدتك إذا كان سبب الغازات إنه هي فاضية فأنا بتعادت عن هذا السبب عرفتي ولجأت لإشية اللي بتخلي المعدة دائما فيها أكل وبتاخد وقت لا تنجب دائما أتجي للبروتينات يعني لما يكون مثلا صحوري في أبعد عن الفول لنصل عندها غازات ولكن والحمص بس ممكن أخذ مثلا السيك على الصحور السيك مع خضار اللحم أو دجاج مع خضار بساعدني على أنه أول شيء بيأخذ وقت لا يمهضر تاني شغلة ما بيسبب الغازات وبيخلي المعدة دائما أنت إحساس بالشبع ممتاز بما ذكرنا أن الجوع بعد العطش فيه وايد من ناس الشكي أنها تكون ما شاء الله للنهار بيكون طويل أنا حسنا دائما رمضان نطويل نهارا طويل دائما ما شاء الله نحن نهارا دائما طويل يعني نصوم 14 15 16 ساعة حسنا ناس تعودت على هالساعات لكن العطش الشديد اللي يصيب بالناس خصوصا في أول أسبوع يمكن بعد الجسم وما تعود فشو الأشياء ممكن نتناولها على السحور أو مشروبات أو أطعمة بحيث أن يقلل الإحساس بالعطش خلال النهار عندك أول شي الإحساس بالعطش يجب أنك طول اليوم من وقت الفطول لوقت السحور اتفقنا نشرب مي ناخد ودار فيها مي زي الخسط لخيار ناخد فواكه فيها مي زي اليح الشمام بكل ألواعه الأناناس لأشياء فيها مي العنب البرتقال إضافة لشرب المي العادية الامتناع والابتعاد بالناس اللي بتحس بالعطش عن الأشار عن المخللات بأنواحها والأطعم العالية بالملح الكبس والمكسرات المملحة لأنها بتزيد الشعور بالعطش ونفس الشي بالنسبة شعور بالجوع تخيل الأطعم اللي فيها الحلويات العالية في السعرات الحرارية السكريات كلها بتحقصك حتى بالجوع يعني بتنهض بسرعة بتشبعك بسرعة بس تجوعك بسرعة كمان للتغلب على العطش ياريت على الوقت السحور أخذ أمر الدين أو سوس ما أرواحهم يا دكتور ندى نعم قمر الدين والعرق سوس من المشروبات اللي تعطيكي مي وبتخلي حلقك رطب فطول الوقت بتحسي بأنك أنت مرتوية جميل جميل لكن يجب أن يحسب من ضمن نظام الغذائي صحيح لأن فيهم سعرات حرارية لأن فيهم سعرات حرارية نعم جميل نعم في نصيحة أخيرة حابت وجهينها للمستمعين لدكتور وفاق ومنهيها اللقاء الجميل معك حبيبتي أنا لسعيدة جدا وفعلا أسعد دائما بلقائي معاك بيتوراندة ومع المستمعين بداية النصيحتي الأولى والأخيرة دائما يستمتعوا بالرمضان يستمتعوا بالأكل يستمتعوا الأكل هذه نعمة مش أي إنسان يقدر يأخذها لكن عليكم أن تكونوا أذكياء في عملية الأكل الذكاء في الأكل أني أنا أعرف شو أكل وكم أكل ولكن بلاش أني أنا ما أفطر في ناس كتير ما بتفطر بتاخد بس الرطب وهي وبياخد الساعة 12 الأكل عن فطور وصحور غلط يا جماعة هاي عادة كتير ممارسة للأسف الشديد ابعدوا لي عنها خذوا فطوركم تمام خذوا صحوركم تمام وأنا متأكدة لأن أموركم ستكون طيبة وتبعوا الطبق الصحي بعملية الأكل سواء بالصحور والبطور اللي هو نصف الطبق خضار وفواكه والنصف الثاني بين اللحم والسمك والدجاج والعيش أو ماكارونا أو بطاطا وما ننسى الضوب دائماً مع كل وجبة سواء الصحور أو الفطور وبتمنى يا ربي رمضان كريم وصحة وعافية وأمن وأمان بهالبلد الحلوى اللي دائماً إحنا في ظلالها ننعم بقيادة رائعة كل عام وأنتم بألف ألف خير يا ربي يا دكتورة ندى أنت وكل المستمعين وكل العالم العربي إن شاء الله شكراً للدكتورة وفا عايش مديرة إدارة تغذية السريرية بهاية الصحة بتبي هذه المداخلة الجميلة عن الاستعداد السليم لشهر الصوم وإن شاء الله أكيد بناخدتش أكثر خلال الشهر الفضيل عشان ناخد نصايحة بخصوص كيفية محافظة على صحتنا خلال شهر رمضان الكريم شكراً للدكتورة وفا ونهارك سعيد شكراً يا ألبي شكراً يا ألبي شكراً يا ألبي باي باي يعني حين نعتبر شوي متأخرين لأن رمضان بالحياب بعد أسبوع تقريباً الاستعداد لرمضان يكون قبل المدة انهيئ جسمنا انهيئ روحنا وانهيئ نفسنا بشكل عام لدخول هذا الشهر الكريم بكل طقوسه بكل عاداته رمضان طبعاً احنا نحب رمضان بالطقوس بالطقوس رمضان الصيام واللمة الأكل لمة الأهل على صفرة الطعام التراويح صوت الصلاة في المساجد السحور كل هذه الطقوس وحتى الأكلات الرمضانية يعني فيه أكلات احنا ما نسويها طول السنة فقط في رمضان تكون موجودة بالتالي نبا نستمتع فيها نبا ان احنا نحس بأجواء رمضانية وطبعاً احساسنا بأجواء رمضان جزء كبير منه مرتبط بالأكل لأنه فيه لم مات تستوي مشاريع العزايم وايدة في رمضان لم مات الأهل وايدة في رمضان فاحنا مثل ما قالت أستاذ وفا ما في شيء ممنوع ما في شيء نقولكم لا تاكلون احرموا نفسكم منه كل شيء باعتدال والخيار الأول والأخير في إيدك انت كشخص كمريض كمتعامل الخيار الأول والأخير في إيدك انت هل انت تبقى تدخل رمضان وتطلع منه أنا استغرب كثير من الناس تطلع من رمضان وزنها زايد ناس تينا العيادة وزنها زايد 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو ويقول ما عفت كتير والله كيف زايد وزني ما حنا طول النهار صايمين صح طول النهار صايم ولكن ما تستهلكه من الفطور إلى السحور هذا دمر كل الفايدة مالت رمضان قبل الساعات الإفطار الساعات الصيام ولاحظوا الصيام احنا تقريب بنصوم على أعتقد 16 ساعة أو 15 ساعة هالرمضان وإذا حسبنا المغربة يأذن 7 وربع لنا وقت السحور المدة أقل ساعات أقل يمكن 9 ساعات الفرق أو 10 ساعات فإحنا نصوم أكثر مما نفطر لكن نحن يعني نخزن في وقت الإفطار أكثر ما نحرق في وقت الصيام فلنضيع علينا هالشهر وإنا بالنسبة لي شهر رمضان تعفون نفس لما نسوون رستارت للسيستم إعادة تشغيل للسيستم للنظام أنا رمضان بالنسبة لي كذي يعني ما يدخل رمضان أحاول أني أغير عاداتي كل نفق عندنا مهما كنا ناس ملتزمين وعاداتنا غذائية صحية وسليمة لابد هناك يعني بعض الأشياء إلا تخلي نظامنا شوية ها ما يساعدنا في إنزال الوزن وايد ما يساعدنا في الحصول للوصول اللي نحن نبع سواء كان أين كان الهدف لنت عندك انقص وزن تحسين معدل السكر تحكم أفضل بضغط الدم تنزيل الكوليسترول أي كان المشكلة اللي انت عندك أو الهدف اللي تبا توصل خلي نقول هدف ما ما نقول مشكلة عشان ما تكون كلمة سلبية نقول هدف مالك مهما كان الهدف فارمضان هو البوابة الأساسية والأهم عشان تتحقق هذا الهدف فنقف مع نفسنا ونعيد جدولة حياتنا وطريقة أكلنا ورمضان أفضل طريقة لأننا إحنا إجباريا طول النهار ما ناكل فنستفيد من الفطور إلى السحور وستقول النظام اللي تتبعونا في رمضان إذا حافظتوا عليه أول كم من يوم بعد رمضان أصلا من يخلنا في رمضان ويالعيد تحسون حتى متنشون الصبح ما لكم خلق لتريقون خلاص النظام رمضان الحم موجود بس إذا حافظنا على هذا النظام لأن أكلنا يكون خفيف مقسم شو الأكلات اللي نستهلكها ستقولني الفائدة راح تكون لمدار عام كامل إلى أن يحل علينا رمضان التالي فهذه نصيحة لنا جميعا لأننا نستغل شهر رمضان عشان نغير بعض العداد اللي يمكن مبزينة مثل عدد التدخين مثلا وهذه نصيحة أخيرة للمدخنين أن رمضان فرصتكم عشان تقلعون عن التدخين تعالوا وزورونا في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مركز ند الحمر ومركز الطوار هناك عيادات الإقلاع عن التدخين في مركز البرشة عيادات إقلاع عن التدخين تروحون هناك يتقابلون الدكتور يعرفكم كيف ممكن تتخلصون من عدد التدخين وأحسن وقت مرة أخرى هو وقت رمضان بمنكم صايمين طول اليوم نحن نصيحة نهاية برنامجنا اليوم شكرا لك عيسى سبيل في الأخراج شكرا لتشي نجات في التنسيق أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي